المنغولين بيبيز أو الأطفال المنغولين يعني قصدي حاجة أن أنا اكتشفت أنه فجأة مؤخرا يا دكتور الأهالي اللي عندها أمراض نفسية وعندهم بجد في شجرة العيلة في حد عنده مرض نفسي لازم ييجي في العيلة حد تصيبه اللعنة زي ما يكون أنه طفل عنده بس مشارط 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 بس بنرجع ندور أنه ده لي يعني إحنا دلوقتي بقينا نفكر في مرض النفس اللي قلنش ده ملبوس يعني آه بالظبط أنا دي مشكلتي بس المرض النفسي هو اسمه التراب مش مرض عشان هو مش سببه عامل واحد لو قلنا أن العمل الوراثي هو السبب الوحيد بقى مرض بقى ديزيز لكن هو ديز أردر ليه لأنه ما فيش سبب واضح للمرض ولكن مجموعة من العوامل تتضافر على المريض فيجيله المرض إيه بقى المجموعة من العوامل دي زي ما قلنا بقى العامل الجيني أو العامل الوراثي خلال كميائي في المخ والعامل النفسي والعامل الاجتماعي الأربعة يجتمعوا فيظهر عليه المرض عشان كده حد ممكن يبقى بيحمل جين المرض تمام هو واخوه اخوه اتعرض لتنمر واتعرض لظروف وضغوط وحاجات نفسية اثرت فيه فدخل في المرض وهو ما اتعرضش لده فما ظهرش عليه المرض فمش اي حد يحمل الجين يظهر عليه المرض احنا قاعدين عمالين بص بنحاول نخمن بس انا لأول مرة باب جد نفسي شوف رأي الشارع هيقول ايه النهاردة